اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان مملكة البحرين تواصل بعزم وعزمة ابنائها في كل قطاع تحقيق رؤى وطموحات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال الاستمرار في تنفيذ مختلف الخطط والبرامج الموضوعة بما يفتح افقا ارحب لمزيد من الفرص الواعدة لابناء الوطن في كل المجالات منوهان سموه بالجهود الدعوبة لفريق البحرين نحو انجاز اولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي بما يرفض كافة القطاعات التنموية ويعود بالنماء والازدهار على الجميع جاء ذلك لدلقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سموه الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة المهندس كمال بن احمد محمد وزير المواصلات والاتصالات سعادة الشيخ احمد بن عيسى بن خليفة الخليفة وكلا الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات حيث أشار سموه إلى أهمية تعزيز مكانة البحرين التنافسية من خلال التنفيذ المتقن للمشاريع التنموية الكبرى ودعم القطاعات الواعدة ومنها قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما يصهم في تحقيق الأهداف المنشودة لافتا إلى أن ما تم من تكثيف للجهود المبذولة بروح الفريق الواحد وبهدف تحفيز النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الحيوية يعكس بداية مرحلة جديدة من العمل ترتكز على عزم الجميع لمواصلة مسيرة البناء والتطوير وهو دأب أبناء البحرين عبر مختلف المحطات الزاخرة بالمنجزات الوطنية والتي هي محل فخر على الدوام وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عن تمنياته للشيخ أحمد بن عيسى بن خليفة الخليفة بالتوفيق والسداد في مهامه المقبلة بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعينه وكيلا للوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات من جهته عرب وزير المواصلات والاتصالات عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوله من رعاية واهتمام بتطوير مختلف القطاعات التنموية والدفع بها لمستويات أكثر تقدما على كل صعيد بما يعود بالنفع على الوطن وأبنائه كما أعرب وكيلا الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية وعظيم امتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر